وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية استمراراً للجهود المبدولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022 هذا وتم تفتيش أربعين محلاً ومنشآتاً تجارية في مختلف محافظات المملكة للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالأليات الواجب اتباحها وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد خمسة عشرة مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى عشرة ألاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقاً للقانون والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة هذا وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق وشددت على دعوة المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفات ترجمة نانسي قنقر